اشتركوا في القناة خلال جلسة مجلس النواب العاشرة التي ترأسها معالي السيد أحمد بن سلمان الامسلم رئيس المجلس ناقش مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزيرة الصحة ووافق المجلس على مشروع القانون الذي يتضمن تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بحيث يسمح بفتح عدد غير محدود من الفروع بدلا من خمسة وفق الظوابط الواردة لم يفضح نناقش مخترح بقانون عن نقابة عمالية والبعض الأندية الرياضية لكن تم سحبه لأن هناك طلب من بعض الأندية والمختصين الرياضيين أن يبقوا داخلون ويعطون نظرهم عشان مزيد من دراسة وقبل أن يصير ناقش وتصويت عليه بشكل عام كما تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هونغ كونغ الإدارية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين مقترح اليوم مقترح مهم أمانة فصل الضم المالية للزوجة عن الزوج فصل الضم أساساً رح يترك ويعطي المجال للعدالة الاجتماعية لتكوين الأسرة البحرينية من خلال مسؤولية الرجل في تكوين هذه الأسرة كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة على عشرة مقترحات برغبة وأحالها للحكومة الموقرة أهمها بشأن العمل على توطين وظائف معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات في المدارس الخاصة وبشأن فصل المالية للزوجة عن الزوجة بحيث لا تؤثر ملكيتها في أحقية الزوج للحصول على خدمة إسكانية مجلس النواب يعقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس المجلس ويناقش العديد من المواضيع الهامة على جدول أعماله لضمان ديمقراطية فعالة وشفافة تاكس احتياجات وتطلعات المجتمع طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر